السلام و اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف 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 عافية اليوم نحكي عن موضوع شوية حساس ومهم جدا اللي هو ولادة الطفل في كندا من ابوين غير كنديين خليكم معنا طبعا اه اجاني هذا السؤال من عدد كبير من الاشخاص بسأل انا اذا ولدت زوجتي في كندا الولد باخد الجنسية انا باخد الجنسية شو الميزات اللي باخدها طبعا كلها اسئلة هتجاوب عنها في هذا الفيديو موضوع الولادة في كندا انتشر في المرحلة الاخيرة وفي الولايات المتحدة كمان العلم انه بريطانيا هي من الدول اللي كان فيها هذا القانون والغت هذا القانون الان اذا احد الابوين مش بريطاني ما بيقدر الولد ياخد الجنسية كندا عم بتفكر بهذا الموضوع لكن الى تاريخه الولد اللي مولود على كندا او في كندا سوري باخد الجنسية مباشرة باستثناء حالة واحدة اللي هو اذا كان والدين هذا او احد والدين الطفل دبلوماسي والوالد الثاني معوش اقامة دائمة او كندي بغير هيك اي واحد زائر مقيم طالب معاه جنسية ما معاه جنسية اذا ولد الو طفل في كندا الولد باخد اوتوماتيكلي الجنسية بعد ما يقدم عليها بما معناه انه الولد اذا ما قدم على الجنسية ما باخد الجنسية لازم يقدم عليها بعد الولادة بيقدم على شهادة الولادة وبعد شهادة الولادة بيقدم على الجنسية وبحصل عليها اوتوماتيك او بحصل على الجواز الان في عدة اطراف او عدة ستوريز وشغلات مهمة في هذا الموضوع انه اول شيء كيف الابوين بدهم يحصلوا يعني كل الهدف من كل هذا الموضوع انه الاب والام يحصلوا على الجنسية ما بتحصلوا على الجنسية واللي بيحكي لكم بتحصل على الجنسية بضحك عليكم ما في واحد اذا ما معاك انت اقامة دائمة او جنسية كندية ما بتحصل حتى لو كنت معاك فيزة دراسة او فيزة عمل وابنك ولد في كندا الولد باخد جنسية بس انت لا اوكي فلازم تتدبوا لهاي النقطة الولد هلا بعدين بس يصير عمره 18 سنة بيعمل لك وبيد لاقي شغل وبيجي بيشتغل وبسوي تاكس وبفيل تاكس في كندا ممكن يعمل لك لم شمل هذا موضوع ثاني الله اعلم بعد 18 سنة من اليوم شو راح تصير القوانين لكن حاليا اللي بيصير انه الاب والام بواخدوا جنسية الولد بواخدوا جوازه وبروحوا على بلادهم هذا اللي بيصير بعد الولادة طبعا احنا بنحكي للابوين اللي اه معهم فيزا الآن برضو بيجي سؤال اه طيب يا اخي انا بسمع انه الولد بعط الجنسية وبيجي ببعطوه مصاري في كندا صحيح هو الولد بواخد فلوس طبعا جنسية زي ما حكينا ما بعطي للوالدين ردينا على هذا السؤال الفلوس بخدها لما يقدم الاب والام وعادة الام التاكس ريبورت فبيشوفوا دخلها وبناء على دخلها بعطوها فلوس فاذا كانت الام مقيمة في كندا سواء اقامة زيارة اه اقامة اه عمل او اقامة دراسة او اه مقيمة دائمة ساعدتها بعطو الولد نعم اه فلوس لانها هي بتفيل تاكس قاعدا بتحط بتدفع ضريبة اوكي يعني اذا انت مش كندي ولا لك علاقة في كندا انت مثلا عايش في الاردن او عايش في السعودية او عايش في الامارات او مصر اه ما رح تيجي على كندا تدفع تاكس عشان انت تاخد بعدين تاكس لابنك اوكي وهو مش موجود في كندا يعني الشرط انك تكون موجود في كندا عشان تاخد له هذه الاعانة تبعت الطفل اه لانه اللي عايشين برا كندا وباخدوا هاي الاعانة باعتبروا انهم باخدوها غير قانونيا فانتبهوا على هذا الموضوع الان طيب الاب ونم شو بستفيدوا من هذا الموضوع اللهم انهم بعطوا الجنسية لابنهم الابن بصير عنده تسهيلات بعدين في الفياز اه يعني ما بعرف شو الشغلة الكبيرة انت بتعمل لمستقبله بس يعني هو بكون عنده هاي الجنسية اه هي كويسة مش كويسة هذا الشي راجع لكم طبعا هل الموضوع قانوني هذا انت تيجي هون طبعا لا لانه ازا انت خفيت على الفيزا اوفيسر انك بدا تيجي تخلف في كندا هذا يعتبر اه مخالفة في الابليكيشن ويعني على ايمكن ما يسوي لك اشي اي اخر اشي يقول لك مع السلامة لكن هو قانونيا ممنوع الان شو شو العقبات طبعا لما تيجي على كندا الام احنا بنحكي عن الام تخلف الان بدا تيجي قبل اشهر اوكي بما معناه انها بدا تروح تشوف زيارات للطبيب وبدكم تعرفوا ان هون الاطباء كتير غاليين بدأ تروح تسوي لها اربعة خمسة اولترا ساوند في اخر شهر عادة كل اسبوع بسوي اولترا ساوند هذا مكلف كتير الان تيجي عملية الولادة الولادة بتكلف الولادة العادية تقريبا بتكلف طبعا الكنديين والمقومين اللي موجدين هون واللي معا تصريح دراسة هذا بكون معا دايما شو اسمه تأمين فالتأمين هذا بغطيه احنا ككنديين بغطينا التأمين الحكومي وهدولا تكون عندهم تأمين خاص من الجامعة او من المكان اللي بشتغلوا فيه فبتغطر اما اللي جاي الزيارة هذا ما بكون عنده تأمين فبتغطر انه يدفع من جيبته كم التكاليف هي بين خمسة وثمانتلاف مينموم هذا يعني بتحكي عن ثمانتلاف مينموم للعملية الولادة الطبيعية الان القيصرية ممكن تطلع خمسة عشرين حسب شو بتحتاج هل بتحتاج دم هل ما بتحتاج دم قديش بتقعد في المستشفى يعني كل هاي الامور ما حدا بقدر اه اه فاذا انت معك هذا العشرين الف دولار وبتقدر اه اه انفست لعشان مستقبل ابنك هذا حقك ما عندك مشكلة اه بس اذا ما عندك المبلغ هذا فرح تواجه مشكلة هون لان ما حد يعني ما في مستشفى رح يدخلك فور فري على الموضوع هلأ ممكن تدخل مستشفى وتولد بس رح يطالبوك في هذا المبلغ والمبلغ كبير اه فبتقدر تدفعوا يا بالكريدت كارد يا ما بالكاش واشي مهم طبعا هلأ ما بعد للولادة بدت تقعد الام كمان يمكن عشر اخمسة عشر يوم عشرين يوم واتفر في كندا الاقامة هون بدت تحسبها السكن المواصلات الاكل الشرب كل هاي الامور بدت تكون في الحسبان الان اه يعني السؤال اللي بتطرح نفسه انه اه في ناس بقول لك طب هل مستاهلة هاي انا ادفع لي خمسة عشر الف دولار مينموم عشان اعطي ابني اه الجنسية وانا الله اعلم بعد 18-20 سنة الولد يرجع اصلا على كندا ولا لا هل بقدر يعمل لي لمش امل ولا لا الجواب راجع اليك انت صاحب القرار اه في ناس عندهم اه عادي يعني ممكن يدفع اه في ناس تقول لك لا انا بروح على اليونايتد ستيت ارخصلي اه وانا سمعت انها ارخص غاد لانه العمليات هاي بتكلف حوالي 3000 امريكي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حبيت أحكي لكم شوي وأشارككم عن الموضوع عشان يكون عندكم الخلفية في الموضوع الآن زي ما حكيت أنا ضلكم تابعين القوانين خاصة لأهالي البدوميجو لأنه كان فيه نقاش حول هذا الموضوع وما صار إشي في البرلمان السابق الآن عندنا انتخابات فممكن بعد الانتخابات يصير إشي يعني إشي مطروح كان من بعض النواب أنه ينظروا في هذا الموضوع لحد الآن ما صار أي تغيير لكن ما بتعرف إمتى يصير تغيير فظلكم بلاشت واحد يجي بعدين يصير القانون طبعا القانون لا يطبق بليوم وليلة بكون إلو إلو بداية والناس عم تسمع عنه وصار إلو إلو فترين يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نشوفكم بحلقات أخرى أعجبتكم القناة بأمم منكم كلكو تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير